أهلا بكم وجع قداسة البابا فرانسيس في حديث الأسبوع إلى المؤمنين بالمثابرة على الصلاة المرضية لدى الله والتي لا تصدر إلا من إنسان قلبه نقي حيث أن الرب لا يقبل صلاة الأشرار مشيرا قداسته إلى أن الله يستجيب للمتواضعين فقط وأن المسيح هو كل شيء في حياتنا وصلاتنا وأضاف قداسته أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنطلو صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح كداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتعلمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لكداست البابا فرانسيس تأمل كداست البابا اليوم في المثابرة على الصلاة قال أعطى يسوع ثلاثة أمثلة حول هذا الموضوع في المثل الأول رجل ملحاح جاءه ضيف طرق بابه ليلا فأسرع إلى صديقه يطلب منه ما يقدمه لضيفه صعب على صديقه أن يقوم في منتصف الليل ويلبي طلبه لكنه أخيرا أعطاه ما يريد بسبب الحاح وإصراره على طلبه في المثل الثاني أرملة لجأت إلى قاد ظالم لينصفها وألحت عليه فاستجاب لها بسبب إصرارها على طلبها من هذين المثلين نتعلم أن الإيمان ليس اندفاع لحظة بل هو موقف ثابت يتطلب شجاعة وإصرار وثبات أمام الله دون الاستسلام أمام الشر والظلم المثل الثالث هو مثل الفرسي والعشار الأول فاخر أمام الله بأعمال صالحة وأما العشار فتواضع ولم يجر أن يرفع عينيه وسمع الله صلاة العشار ولم يسمع صلاة الفرسي من هذا نتعلم أن الله يستجيب للمتواضعين فقط تعليم الإنجيل واضح يجب أن نصلي دائما حتى عندما يبدو لنا أن الله ليسمع لنا وأن الصلاة مضيعة للوقت وأنهى كداست الباب تعليمه قائلا المسيح هو كل شيء لنا في حياتنا وفي صلاة وكما قال الكديس أغسطينوس يسوع يصلي لأجلنا لأنه الكاهن لنا ويصلي فينا لأنه رأسنا ونحن نصلي إليه لأنه إلهنا ولهذا فالمسيح الذي يصلي لا يخاف شيئا والآن تحياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية الصلاة المرضية لدى الله هي التي تصدر من إنسان قلبه نقي والرب لا يقبل صلاة الأشرار إذ قال في سفر أشعي النبي حين تبسطون أيديكم أحجب عيني عنكم وإن أكثرتم من الصلاة لا أستمع لكم ليبرككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر